اشتركوا في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد والفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله عبارة عن شغل وحدات سهل جدا جدا هو شغل مناسب جدا للمبتدئين هوريكوا الخيط اللي هنستخدمه ده خيط متوسط السمك طبعا انتم هتستخدموا اي نوع خيط واي سمك خيط ده خيط هيملايا افريدياي سوبر لوكس اي سمك خيط تقدروا تستخدموه خيط المفارش تمشي طبعا لو هتعملوا الوحدات دي مفرش تقدروا تعملوها اي حاجة تانية تقدروا تعملوها شال صيفي او شتوي زي ما تحب الابرة بتاعتي لان هستخدمها رقم 3.5 ملي متر انا عايزة الوحدات تبقى مجدودة لان الوحدات مفرقة فيعني انا حابة للوحدات تكون متمسكة نقول باسم الله ونبدأ معايا كده الخيط بتاعي بسيب من طرف الخيط يعني تقريبا كده 5 سنتي بلف لفة واحدة انا هشتغل عقدة بداية باخد الخيط وبشد طرف الخيط القصير هي دي عقدة البداية وبعد كده هشتغل عدد من السلاسل نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر سلاسل بس هشتغل بيهم حلقة البداية هروح كده على السلسلة رقم واحد من العشرة هدخل فيها كده معايا حلقتين زي ما تشايفين على الابر هطلع من الحلقتين دول بالراحة كده ودي الحلقة اللي هبتدي اشتغل جواها الدور رقم واحد انا عارفة ان الحلقة واسعة بس عندنا عدد اعمدة كتير هرتفع تلات سلاسل واعتبرهم اول عمود بلفة عندي هلف الخيط على الابرة واشتغل العمود بلفة رقم اتنين مزبوط كده والعمود رقم تلاتة والعمود بلفة رقم اربعة مش محتاجين نشتغل الدور ده اعمدة بلفتين اعمدة بلفة كويس جدا وهتلاقوا ان مقاس الوحدة في النهاية يعني معقول مش واحدة صغيرة وبرضو هنقس مع بعض وكمان هنشوف مع بعض طريقة التشبيك هكمل شغل الاعمدة انا عايزة كملهم اربعة وعشرين عمود بلفة ونخلي بنا كويس جدا من العدد انا مش محتاجة اقول لكم الدور الاول ده دور مهم من ناحية العدد خلاص كده كملتهم اربعة وعشرين عمود بلفة ده بيبقى الشكل وعندي كده الجزء اللي في المنتصف بيبقى مفتوح بالشكل ده تعالوا نقفل الدور هنقفل طبعا في اول ثلاث سلاسل هنا اول ثلاث سلاسل وياحد اتنين ثلاثة في السلسلة الثالثة بندخل وبنشتغل جرزة منزلقة خلاص كده قفلنا الدور رقم واحد كل الاضوار بتاعت الوحدة دي سهلة جدا ارتفع ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل دول هاعتبارهم عمود بلفة وعندي هنا فاصل سلسلة يبقى كده ان ارتفعت اربع سلاسل هلف الخيط على الابرة مرة واحدة وهروح للعمود اللي بعده على طول ده الثلاث سلاسل اول عمود وهنا تاني عمود هدخل تحت حرف الفيو هشتغل عمود بلفة وهرجع تاني اشتغل سلسلة فاصل وهروح على العمود اللي بعده هنا وهشتغل عمود بلفة وكده بقى واضح هنعمل ايه سلسلة فاصل وهمشي بنفس الطريقة على العمود اللي بعده على طول هشتغل عمود بلفة يعني انا شغلي في الدور ده عمود سلسلة عمود سلسلة هكمل كده لحد نهاية الدور بنشتغل أعمدة بلفة ودي سلسلة فاصل وهكمل دلوقتي بنفس الطريقة مش بنفوت ولا عمود فبالتالي هيبقى عندي هنا 24 عمود بلفة زي الدور رقم واحد احنا التزايد بتاعنا اشتغلناه في الدور ده من السلسلة بتاعة الفاصل ما بين كل عمود والتاني علشان طبعا لو انت مبتدئة تعرفوا احنا بنشتغل ازاي هكمل لحد نهاية الدور وهرجع لكم وخلاص خلصت الدور رقم اتنين عندي هنا 24 عمود بلفة تعالوا نقفل الدور ما ننساش دايما قبل ما نيجي نقفل الدور لو عندنا السلسلة الفاصل دي بنشتغلها ما ننساش ونقفل هنا طبعا بنقفل واحد اتنين تلاتة بنقفل في السلسلة رقم تلاتة بنحافظ دايما على السلسلة الفاصل اللي عندنا اللي هي دي هتنقل ليها دلوقتي وهبدأ شغل الدور رقم تلاتة من هنا الدور رقم تلاتة والاخير هتنقل كده بغرزة منزلقة وهبتدي اشتغل من هنا هرتفع اربع سلاسل الدور ده هيبقى عبارة عن كلاستر أربع سلاسل هتبرهم عمود بلفتين وهلف لفتين على الإبرة وفي نفس الفراغ اللي هو ده هشتغل العمود التاني كلاستر يعني أعمدة غير مكتملة هطلع من لفتين وكمان لفتين وبس يعني مش هكمل العمود هلف لفتين على الإبرة وهتنقل للفراغ اللي بعده فراغ السلسلة وهشتغل اتنين عمود بلفتين غير مكتملين اهو الشكل ده كمان عمود بلفتين في نفس الفراغ يعني مرة بنطلع من لفتين ومرة بنطلع من لفتين وبس كده بقى معي اربع لفات على الابرة طبعا دي عشان او الكلاستر في الدور بطلع من الاربع لفات وهنا عندنا فاصل تسعة سلسلة سبعة تمانية تسعة تسعة سلسلة الفاصل بتاعنا وهنتنقل للكلاستر رقم اتنين الف لفتين على الابرة ناخد بالنا من شغل الكلاستر بنشتغلها على فراغين ايدي الفراغ الاول بطلع من لفتين وكمان لفتين وبس بنسيب لفتين على الابرة العمود التاني عمود بلفتين في نفس الفراغ مش عايزين لخبطة في الدور ده معيها تلت لفات الف لفتين وتنقل للفراغ اللي بعده اطلع من لفتين وكمان لفتين كده فاضل للعمود الرابع كل كلاستر مكونة من اربع عمدة بلفتين غير مكتملين تمام كده كده بقى معي خمس لفات على الابرة بطلع من الخمس لفات وباقي الكلاستر اللي هتبقى في الدور بيبقى معي دايما خمس لفات على الابرة او الكلاستر طبعا بتبقى اربع لفات هرتفع تسع سلاسل الفاصل بتاعي وهتنقلك انا كده هشتغل الكلاستر رقم تلاتة الف لفتين على الابرة اشتغلها معاكم بنقسمها على فراغين ترجمة نانسي قنقر معي خمس لفات على الابرة باطلع من الخمس لفات كده خلاص بقى واضح شكل الكلاستر بنشتغلها ازاي وفاصل تسع سلاسل وبنشتغل الكلاستر اللي بعدها وهيمشي شغلي لحد نهاية الدور بنفس الطريقة كده فهيبقى معي هنا اتناشر كلاستر هنا كل كلاستر في فراغين سريعا هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم نقفل الدور وخلاص كده هنشوف طريقة التشبيك اللي هي سهلة جدا زي طريقة العمل هكمل الدور ده وهرجع لكم وطبعا انا مجاهزة معي واحدة غير مكتملة نشوف عليها طريقة التشبيك سريعا هكمل وارجع خلاص كده انا خلصت الوحدة عندي في الدور الاخير او التالت يعني اتناشر كلاستر بالشكل ده ما تشتغلوش الكلاستر اعمدة بلفة هتشتغلوها باعمدة بلفتين وممكن كمان تشتغلوها باعمدة بتلات لفات هنقفل هنا في اول كلاستر احنا اشتغلناها في اعلى اول كلاستر نقفل طبعا بمنزلقة وكده خلاص خلصنا الوحدة بتاعتنا هقص الخيط ونقيس سلسلة طبعا قبل ما بنقص الخيط هجيب المقص وقص طرف الخيط وزي ما قلتلكم الوحدة مش تغير كان معايا هنا خيط متوسط اهو ده شكل الوحدة يعني هي الملحوظة بس اللي عايز اقولها لكم ان زي ما انتشوفتوا الوحدات مفرغة فما تستخدموش الابرة اللي هي مناسبة لسمك الخيط تماما يعني ننزل نص درجة كده زي ما لا استخدمت استخدمت تلاتة ونص لكن مع الخيط ده طبعا اه انا باستخدم اربعة علشان انا عايزة الوحدة تبقى متماسكة كده زي ما انتشوفتو مظبوط كده وعندي كمان الفراغات بتاعتي اتناشر فراغ تعالوا نقيس مع بعض الوحدة نقيس الكتر بتاعها اهو شايفين نبتدي كده من الفراغ لحد الفراغ اللي في الناحية التانية اتناشر سانتي الكتر بتاع الوحدة طبعا لو هتشتغلوا بخيط سميك يعني لو عايزين تعملوها لشال الوحدة تبقى اكبر من كده لو ما افرش طبعا لازم تستخدموا خيط ما يكونش سميك توسط رفايع اجيب الوحدة الغير مكتملة او شايفين كده الوحدة الغير مكتملة معايا فاضل فيها فراغين لان انا هشبك من فراغين كل واحدة في التانية هتتشبك من فراغين عندي طبعا اتناشر فراغ هنقول ان الوحدة اللي معنا دي وحدة سداسية يعني هتلاقوا ان كل واحدة حواليها ست وحدات كل واحدة من الستة متشبكها في فراغين فراغين في فراغين هنشوف برضو دلوقتي مع بعض عملي عندي اتناشر فراغ كل واحدة في التانية طبعا بيبقى فيه وحدات مشتركة لكن برضو طريقة التشبيك من فراغين فقط لو واحدة مشتركة مع واحدتين برضو هتتشبك من فراغين وواضح طبعا في صورة الفيديو طريقة الشكل التشبيك هنا انا اشتغلت دلوقتي الكلاستر دي فاضلي فراغين هشتغلهم اللي هو فراغ التسعة سلاسل ادي عدد الفراغات عندي هنا عشر فراغات هشبك دلوقتي من الفراغ رقم حداشر هرتفع سلسلة اتنين تلاتة اربعة كنا بنرتفع تسعة ارتفعت كده اربعة والسلسلة الخمسة هاخدها من الفراغ المقابل اللي انا عايز اشبك فيه هدخل بالشكل ده هاخد الخيط واشتغل السلسلة الخمسة وبعد كده هنعد كده مع بعض ستة سبعة تمانية تسعة كده مظبوط اشتغلت التسعة سلاسل بتوعي بتوع الفراغ تسعة سلاسل وهروح اشتغل اخر كلاستر عندي طبعا الكلاستر بنشتغلها على الفراغين دول ابتدي من الفراغ الاول بنفس طريقة العمل اربع اعمدة بلفتين غير مكتملين ودي لفتين معايا كده نزبطها بس تلت لفات على الابرة نلف لفتين واشتغل العمودين اخر عمودين بطلع من لفتين وكمان لفتين وبس ونشتغل العمود الرابع نطلع من لفتين وكمان لفتين وبس معايا الخمس لفات بتوعي كده مظبوط شغلنا نطلع من الخمس لفات ونشتغل اخر فراغ رقم اتناشر هنشتغل ونشبك تشبيك ما فيهوش اي صعوبة ارتفع واحد اتنين تلاتة اربع ونيجي على السلسلة الخمسة بنشتغلها هي دي السلسلة اللي بنشبك من عندها قادي الفراغ اللي بعده انا عايزة فراغين بس بندخل بالابرة من تحت الفراغ وبياخد الخيط واشتغل السلسلة الخمسة وبعد كده ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل خلاص كده بنقفل الوحدة زي ما قفلنا دلوقتي مع بعض الوحدة المكتملة في اعلى اول كلاستر واضح كده هتلاقوها حلقة الواسعة اللي هي دي بدخل فيها وبشتغل ورزة منزلكم تمام كده سلسلة وبنقص الخيط كل واحدة طبعا بنشبكها بنشبكها كده لحد النهاية وبنشتغل سلسلة في النهاية وبنقص الخيط ونبدأ في شغل الواحدة اللي بعدها شايفين كده شبكنا فراغين ففراغين كل الواحدات هتتشبك بالطريقة دي كل ما هتكونوا متأكدين من عدد الاعمدة اللي في البداية ومتأكدين من شغلكو عدد الفراغات هتطلع مظبوط وفي النهاية الواحدة هتخلص بسرعة هنكمل بنفس الطريقة كده تشبيك الواحدات لحد ما نخلص الصطر الاول او الصف الاول يعني زي ما هتسموه وبرضو على حسب مشروع الكروشين اللي انتو بتعملوه هتخلصوا تشبيك الواحدات كلها هتوصلوا مثلا لحد المقاس اللي انتو عايزينه بعد كده هتبتدوا صف تاني او صطر تاني يعني فوق الصطر اللي احنا اشتغلنا ده او الصف ده طبعا هيبقى هنا الواحدات في الاماكن دي يعني ما بين كل واحدتين هيبقى فيه واحدة لان الواحدات هنا مش مش فوق بعضها ما بين كل واحدتين وحدة وبرضو هيبقى التشبيك من فراغين يعني الواحدة اللي هتبقى هنا هنشبكها هنسيب طبعا في النهاية اربع فراغات يعني هنشتغل الواحدة وهنسيب اربع فراغات اتنين دول واتنين دول دول الفراغات مش زي ما انا عملت في الواحدة دي كنت سايبة فراغين لأ هنسيب اربعة ونشبك اتنين من هنا واتنين من هنا وبس كده لو بصيته للصورة بتاعت الفيديو هيبقى واضح تنظيم الوحدات تعمل ازاي سهل جدا ما فيهوش اي صعوبة ما تشتغلوش الوحدات كاملة وبعد كده تخيطوا انتوا كده بتضيعوا وقتكو فيعني كده اسهل بكتير جدا تشبيك الوحدات ما فيهوش اي صعوبة حتى لو مبتدئة زي ما انت شفتي التشبيك سهل جدا وهيبقى ممتع كمان كل ما تشتغلي عدد كبير من الوحدات تشتغلي وتشبكي فان شاء الله الشغل هيبقى سهل وان شاء الله الفيديو يبقى مفيد ليكم وكده خلصنا واسبكم في رعاية الله